جلالة الملك محمد السادس يأمر بفتح بقية المساجد المغلقة في المغرب أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الاثنين بمجلس النواب أن الملك محمد السادس أمير المؤمنين تفضل وأعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلاغاً ذكرت فيه أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأعطى توجيهاته السامية ببدء عادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا وبتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية مشيرة إلى أنه سيعلن لاحقا عن جدولة هذه العملية وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته أنها تؤكد بهذه المناسبة على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقا للإحترازات الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة ولاسيما احترام التباعد وارتداء الكمامات وأنه على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة